موسيقى توطين أهل هذا المخيم وغيرهم الملايين من حول العالم يريد سلبهم هوية ناضل للحفاظ عليها عشرات السنوات يريد ترامب محوى ذاكرتهم وذاكرة أجدادهم من خلال حفنة من النقود وكأن الأمر سفقة بيع وشراء إلا أن عودتهم ستبقى حقا العودة حق لا سفقة عنوان ندوة الأسبوع أهلا ومرحبا بكم موسيقى يا أطراب اسمع اسمع يا أطراب اسمع اسمع ابن الفلسطين مش رحي يرجع ابن الفلسطين مش رحي يرجع من الماء يا الماء من الماء يا الماء من الماء يا الماء فلسطين عربي فلسطين عربي نحن سمونا يا سيدي نحن سمونا يا سيدي لا من هادل ولا من لي لا من هادل ولا من لي والله 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 نحن أصحاب الحق والله نرحب بك من جديد مشاهدين الكرام مرحب أيضا بضيوف الأعزاء هنا في هذه القاعة ومعنا أيضا الأستاذ صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني والأستاذ جابر سليمان باحث ومستشار في شؤون اللاجئين الفلسطينيين البداية معك أستاذ جابر ترامب ومن خلال خطته وضع ثلاث خيارات أمام اللاجئين الفلسطينيين الأول الاستيعاب في دولة فلسطين ضمن قيود وستحدثنا عن هذه القيود الثاني قبول خمسة ألاف لاجئ سنويا لمدة تصل إلى عشر سنوات والثالث الاندماج ضمن البلدان المضيفة كيف نفهم هذه الحلول التي قدمها ترامب ضمن صفقته صفقة القرن في البداية وقبل الحديث عن الحلول أود أن أتحدث عن الصفقة بشكل عام فيما يتعلق بالموقف من قضية اللاجئين وحق العودة الصفقة بمجملها أو الرؤية كما سماها رؤية الرئيس الدرام تدعو إلى شطب حق العودة وإلى تصفية دور الأنروة وإلى إعادة تعريف اللاجئ بما ينسجم مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي في هذا السياق تطرح ثلاث حلول الحل الأول هو العودة إلى الدولة الفلسطينية وعندما نتحدث عن الدولة الفلسطينية هنا خداع كبير لأن ما تطرحه الخطة من دولة هو عبارة عن فتات الدولة وليست دولة هي مجموعة من جزر ومعازل غير مرتبطة ببعضها الآخر سنتحدث عن النقطة لاحقاً ولكن دعني أبقى في سياق الحديث عن الخيارات العودة إلى الدولة الخيار الثاني هو التوطين في بلدان اللجوء أي حيث الفلسطينيين يوطنوا حيثهم والخيار الثالث التوطين في بلد ثالث وهي تقريباً نفس الخيارات التي تطرحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي دعت الإدارة الأمريكية من قبل إلى الغاء الأنروى ودمج اللاجئين الفلسطينيين في حلول المفوضية بالنسبة للخيار الأول حتى هذا الخيار العودة إلى الدولة الفلسطينية بين مزدوجتين هو خيار مقيد باعتبارات أمنية عندما نقول اعتبارات أمنية يعني بما يحفظ أمن دولة الكيان الصهيوني وأيضاً مقيد باعتبارات اقتصادية واجتماعية أي قدرة الدولة الفلسطينية على الاستعاب أيضاً هي أحد الاعتبارات ويفرض قيود إضافية على اللاجئين من البلدان العربية تحديداً من لبنان ومن سوريا يعني يتعامل مع اللاجئين في هذه البلدان باعتبار هذه الدول حسب رؤية بوش أنها دول معادية فيجب أن يتشددوا كثيراً في السماح بدخول رعاية الفلسطينية لعدتهم إلى أرضهم الأسطينية بالنسبة للخيار الثالث وخيار التوطين في بلد الثالث هنا تطرح رؤية بوش اقتراح بأن يتم التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي لاستعاب خمس تلاف لاجئ فلسطيني على مدار عشر سنوات أي استعاب خمسين ألف لاجئ على مدار عشر سنوات وتوطينهم في تلك البلدان طبعاً حسب ما تقول الرؤية بعد موافقة هذه البلدان على هذه الصفقة أستاذ صلاح هل هذه الحلول طبعاً هي حلول بوجهة نظر واحدة وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية هل هذه الحلول هي بطبيعة الحال غير قابلة للتطبيق لماذا يذكرونها أصلاً؟ بالعادة ألتقي بالميادين بس هذا اللقاء له نكرة خاصة أولاً بأحد مقامات اللاجئين الفلسطينيين اللي لازال يعني بشكل هو عنوان القضية الوطنية الفلسطينية والشاهد تاريخي على المجزرة وعلى الأزمة وعلى الخسارة اللي احنا فقدنا فيها وغطنا وأرضنا الشيء الثاني أنه مع مجموعة من الصبايا والشباب اللي صحيح هم من مخيم البرج بس ثم أكيد من كل مداخلاتهم هلأ رح تسمعوها رح يعكسوا نبض الشارع الفلسطيني ليس فقط في مخيمات لبنان وإنما أيضاً اللي بلسنا نلاحظه بكل الأماكن اللي فيها تواجد فلسطيني في أوروبا يعني مظاهرات ترافقت مع المظاهرات اللي صارت في المخيمات عنا بلبنان مظاهرات أيضاً في العديد من دول أوروبية من أبناء الجالي الفلسطينية نعم لرفضهم هذا الموقف وبالتالي هاي قيمة خاصة لمثل يعني هذه الندوة وبيدي أرفقها بشيء آخر بأنه دائماً دائماً الشباب بكل مرحلة من المراحل اللي يتحملوا مسؤولية خاصة إحنا جيلنا يعني خلاص يعني عمر اللي عليه وأجيال السابقة أيضاً عملت اللي عليها في عنا الجيل اللي تصدى للمشروع الصهيوني قبل النقبة في الجيل اللي بعد النقبة اللي انطلق بالثورة الفلسطينية المسلحة في الجيل الآخر اللي انتفض داخل 1987 الرهانة اليوم هو على الجيل الجديد بطبيعة الحال وبيدي أكد الشباب والصبائي يسمعوني إحنا الآن أمام مرحلة جديدة بالكامل بعد بعد مبادرة ترامب هاي المرحلة بتقولنا انه هالمرحلة المأساوية المرة المؤلمة بحياة النضاء الفلسطيني اللي أسمى مرحلة الرهان على الحل السياسي هاي المرحلة انتهت عنها لايها تربي برابو عليه وطأيتي يعني بنزلها تحية لترامب اللي حسن منه هذا القصة وحقنا أمام مرحلة جديدة قالنا ما أدانكم أي خيار يا فلطينيين سوى المقاومة سوى انكم تقبلوا بالأمر الواقع أو بدكم تقاوموا كويس لأنه بدون ما أدخلوا بالتفاصيل ترامب بمبادرته على الأقل على الأقل وهي يسمعوني برضو مرة أخرى الشباب كرس وجهة النظر الصهيوني الخطاب الصهيوني اللي صدر عن الكنيسة اللي بقول تحت عنوان قانون الدولة اليهودية القومية اليهودية قانون الدولة اليهودية اللي بيعتبر كل فلسطين بحدودها التاريخيه أرض إسرائيل وبالتالي بصير تحصيل حاصل بصير تفاصيل نحكي عن المستوطنات وعن العودة وعن موضوع الأوتش الموحدة وبصير عن ضم الغور كلها بصير تفاصيل العنوان الأساسي إنه فلسطين بحدودها التاريخيه أرض دولة إسرائيل إذن ما عاد في تسويه ما عاد في حال سياسي شو الخيار قدامنا المقاومة من المسؤول من المعني بالمقاومة هلأ شو شكل المقاومة هذا مضوع متروح لهذا الجيل نفسه من يتحمل مسؤولية هذا المقام وهذا الجيل سنسأل عن هذا الموضوع أرجع لأسطة النقطة المطروحة أنه هل قابل للتنفيذ هذا لا مش قابل للتنفيذ بس مع الملاحظة أيضا تصيح ربما أنه ببادرة بلين ياسر عبد ربو ذكرها اللي انطرحت في منتصف استينات أعتقد هذه الببادرة ببادرة فلسطينية إسرائيلية للأسف تسهل للإسرائيليين حل مشكلة اللاجئين الذي طرح هذه الببادرة رابد ترامب ياسر عبد ربو بلين اللي طرحه أربع خيارات يأمر فلسطينيين توطن بربدان موجودين فيها أو أنهم يتوطنوا في بلد آخر يستقبلهم أو الخيار الثالث أنهم يرجعوا للدولة إذا صارت الخيار الرابع أنه قسم يمكن أن توافق عليه إسرائيل يعود إلى منطقة ٤٨ تحت عنوان هيا وافقنا على العودة بيصير عدد شكلي هذا الخيار خرص ما عد موجود وبالتالي ما عد أي حل ما في أي حل في ظل واقع شعبنا الفلسطيني ما في حل ببر يعني من هون بأكد أن هذا الجيل عم بحط نفسه أمام مرحلة جديدة بده ياخد خياره بكيفية تحمل مسئلات سنسأل عن هذا الخيار أستاذ صلاح الشاب الذي يجلس إلى جنبك يقول ترامب بأنه لا يحق لكم العودة إلى أرضكم إلى أرض أجدادكم يطرح موضوع التوطين كما ذكرنا مع الأساتذة يطرح موضوع ربما الذهاب إلى دولة ثالثة غير الدولة التي تعيشون بها كيف تعلقون على هذا الأمر وهل التوطين فعلا خيار لديكم أنتم الذين ولدتم بعيدا عن فلسطين يعني بداية يعطيه العافي تحياتي للديوف الأعزاء لشعبنا بالداخل بكل قرى وكل مدنه خلينا أقول بعد السلام على الخارطة الفلسطينية اللي رأسها هو رأس النقورة وختام النقب وما بينها أنا اسمي بديع الهابط من قرية اسمه كويكات كويكات اللي خرج منها راعي الجفرة واللي قال في مقال جفرة وهي الرابع شعبه في دائي مكملين حتى النصر على الصهيومي وقبل ترامب قالت جولدا مائير ما قلتها المشهورة الكبار يموتون والصغار ينسون في شاب اسمه أحمد سناكري بنابلس إذا سمعين عنه أكيد الجميع سمع عنه هو أسطورة من أساطير كتاب شهداء الأقصى ومقاومتنا الفلسطينية هذا الشاب لقن هذا الجيش الإسرائيلي وهو عمره 17 سنة أو 18 سنة درس في المقاومة ودرس في كيف حفرت فلسطين في الزاكر الفلسطينية التوطين مش جديد ترح على شعبنا بالخمسينات وبالستينات ترح في بيسينة وتصدى إلوى الشاعر والمقاومة الكبيرة معين بسيس ورفاقه ترح في لبنان بالسبعينات والثمانينات وتصدت له الثورة الفلسطينية اليوم ترفضون هذا الأمر طبعا وتصدت له المقاومة الفلسطينية مع القوى الوطنية اللبنانية المشتركة ويطرح اليوم ونقول ونحن في مخيمات البؤس والحرمان ونحن في مخيمات الفكر والحرمان مخيمات البطالة مخيمات الزل المخيمات اللي بيحاولوا كل يوم ينهكوا شعبها لحتى يقبل بالحل الاقتصادي أو الحل الإنساني في مقابل الحل السياسي نحن نقول إن قضية فلسطين هي قضية سياسية وليست قضية إنسانية وأن شعبها سيرفض كما رفض دوما كل الحلول التي تشتزئ الحل السياسي إحنا مقاومتنا من أجل العودة سوابتنا القدس عاصمة فلسطين وإذا ترامب أو غير ترامب كانوا زمان يفكروا إنه إحنا قبلنا بالقدس الشرقية والقدس الغربية من مخيم برج البراج نمين قلوا إحنا حتى دولة السبع وستين وحل الدولتين ردا على أخي وحبيبي صلاح صلاح والجيل السابق بطلنا بدنا حل الدولتين نحن نريد فلسطين سبع وعشرين فاصلي سبع وعشرين وتسعة كمان نعم أنتقل منك إلى عاهد عاهد بالتعليق على هذا الموضوع أنت معنا في برج البراجنة ولكن أنت من مخيم صبرة وشتيلة أهلا بك بطبيعة الحال وبكل أبناء هذا المخيم هناك حلول كثيرة كما عرضناها الآن مطروحة ضمن صفقة القرن من بينها التوطين هل هذا الأمر فعلا خيار لديكم اليوم مثلا خير أول شيء مثلا أول شيء موضوع التوطين هو مرفوض يعني من قديم لا صفقة ترامب ولا صفقة بتنسي هي موضوع الفلسطيني إحنا كالاجئين موجودين في هذا البلد رغم كلها تهي صفقة ترامب مش من هلأ هي مبلش من زمن يعني نتيجة الحروب اللي بالمنطقة يعني من اليمن للعراق لسوريا للبنان هي تمشي هاي الصفقة نحن كالاجئين رفضين كل الصفقة ولا حدا بيقدر يتنازع عن فلسطين ولا بأي توقيع ترامب يعلب هذه الصفقة ويقول بأنها ستأتي بالازدهار لفلسطين سيكون هناك تعويضات للاجئين الذين سيتم توطينهم هناك تعويضات كبيرة مالية ضخمة للدول التي ستقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين ما حدا بيبيع بلده إحنا بلدنا فلسطين ولا بالمال ولا حتى بكل شيء بنسينا فلسطين لأن اعتقادي إحنا في مسألة صارت ممكن من كذا سنة بمسارات العودة اللي راح استشهد هو جيل الرابع اللي مجرد باش شاف فلسطين كب حاله بس مجرد لقى فلسطين وشافها هذا جيل الرابع اللي ما بيعر شي فلسطين فما تتوقع أنت لا مال الدنيا ولا حتى مصاري لا العربان ولا حتى حدا بيقدر نسينا فلسطين إحنا فلسطين كل يتوقع مهما كان راح نظن بدنا فلسطين طيب تحدث عاهد أتمنى منك أن تمرر الميكروفون للشاب أمامك تحدث عاهد عن الجيل الرابع ولكن اليوم في الكونغرس الأمريكي يطرح قرارين لإعادة ربما إعادة تسمية اللاجئ الفلسطيني على أن يكون تعريف اللاجئ بالفعل على أن يكون اللاجئ الفلسطيني هو فقط الجيل الأول أي جيل ثمانية وأربعين أي جميع الحاضرين معنا اليوم أنتم لستم لاجئين بحسب الكونغرس الأمريكي أو هذا القرار الذي يريد الكونغرس تمريره بداية تحييل الجميع تحييل جميع المشاهدين بدي أنهوه أنه حق العودة هو حق فردي وجماعي كفلته القرار الأممي مئة وأربعة وتسعين وهذا قرار بحكم الشرعية الدولية نتشبث به إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني نحن لسنا بانتظار دولة ما وراء البحار قامت على الإبادة الجماعية بأن تعيد تعريف حقوقنا أو أن تصوغ ما تشاء لشعبنا نحن شعب حي لن يتبدد ولن يتبخر موجود متمسك بهويته الوطنية متمسك بقضاياه العادلة يناضل بكل أشكال النضال وبكافة أشكال المقاومة نحو استرداد حقوقه المقدسة بما فيها حقه في العودة أولاً حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس أما أن يعرف الكونغرس الأمريكي أو الترامب أو غيره نحن هم ليسوا بديلاً عن الشرعية الدولية هم لمسوا وكلاء عن الشعب الفلسطيني حتى يقرروا أو يكتبوا أو يصوغوا أو يوقعوا ما شاء نعم أعود إليك سيد جابر سليمان لنتحدث أكثر عن أعداد اللاجئين الموزعين على ثلاث دول عربية وحتى اللاجئين الفلسطينيين من حول العالم هذا العدد هو مهم جداً لأنه عندما يتم القول بأن عدد اللاجئين لا يتخطى المئة ألف لاجئ هذا تزييف كبير وله أهداف خطيرة طبعاً الأرقام إجمالاً والأعداد تكتسب أهمية سياسية عالية ولها وزن سياسي وحساسية عالية في الصراع العربي الصيوني وكان دائماً منذ إطلاق اتفاقات أصل مشؤومة واجتماعات اللجنة متعددة الأطراف كان صراع فلسطيني إسرائيلي على تعريف من هو اللاجئ في الآون الأخيرة ومنذ سنتين كنا نشك بالكونجرس وفي الإدارة محاولات لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني واتهام الأنروة بأنها تؤبد مشكلة اللاجئين عندما تنقل حالة اللجوء من جيل إلى آخر طبعاً هذا حكي مرفوض لأنه الوضع القانوني اللاجئ يحدد القانون الدولي حتى لا تحدد القوانين الوطنية للدول التي يعيش فيها الفلسطين وإنما القانون الدولي الأعداد بشكل عام ليس هناك أعداد دقيقة للفلسطينيين في فلسطين والشتات ولكن هناك من يطرح رقم 12 مليون نصفهم موجود في فلسطين التاريخية والنصف الآخر موجود خارج فلسطين التاريخية ولكن بالنسبة للأعداد المحيطة بفلسطين أعداد اللاجئين في الدول المضيفة نعلم أن العدد في لبنان يقترب من نصف المليون وكذلك في سوريا قبل الأزمة هذا على الرغم من الرقم الذي أعطيه مؤخراً حول أن عدد الفلسطينيين 175 ألف أو نحو 150 ألف بناء على الإحصاء الذي أجرته مركز الإحصاء الفلسطيني مع الإدارة المركزية للإحصاء اللبناني ولكن هذا الرقم المقلص يعبر عن الموجودين في لبنان في لحظة إجراء الإحصاء ولا يعبر عن الرقم الذي نعتمده وندافع عنه وهو رقم الأنروا أضيف هناك 2.5 مليون تقريباً في الأردن حاولت مرسلات الكوشنير مع جريمبلات والرسائل المتبادلة قبل سنة كشفت الكثير من الحقائق حول نوايا الإدارة الأمريكية وإسرائيل عندما بارسوا ضغطاً شديداً على الأردن من أجل إلغاء الحال القانونية للاجئين الفلسطينيين في الأردن مقابل أن تحول الإدارة الأمريكية الدعم الذي تقدمه للأنر والذي يبلغ خلط الموازنة إلى الأردن الأعداد في حد ذاتها لا تعطي قيمة للحق الحق هو حق بغض النظر عن الأعداد إن كانوا 100 أو 200 أو 300 ألف أو ملايين الشيء الأساسي أنه تعريفنا نحن للفلسطيني هو أي فلسطيني ولد في فلسطين وأبنائه وأحفاده إلى أبد الآبدين بالنسبة لموضوع العودة ليس فقط كما قال الأخ أحمد أنه ليس فقط حق العودة يكفل القرار 194 الذي هو قرار جمعية عام الأمم المتحدة لأنه القرار 194 ليس قرارا منشئا لحق العودة هو اعتمد على القانون الدولي حق العودة يحفظه القانون الدولي وال194 هو قرار أمم المتحدة طبعا إسرائيل رفضت تطبيقه والأدى من ذلك أن قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة عام 49 كان مشروطا بقبول تطبيق القرارين 194 و181 طيب أستاذ جابر أنتقل منك إلى الأستاذ صلاح أستاذ صلاح قبل قليل تحدثت بأن صفقة ترامب وخصوصا فيما يخص اللاجئين المحتوى ليس جديد فعلا واشنطن حاولت أكثر من مرة فرد مثل هذا الموضوع أي توطين اللاجئين أكان ذلك من مشروع ماكي وحتى إيريك جونسون وبيل كلينتون وغيرهم لكن اليوم الوضع مختلف تماما لماذا؟ هناك دول عربية تعاني من حروب تحتاج إلى مساعدات ربما وأيضا من جهة أخرى هناك دول عربية بدأت بالتطبيع بشكل معلن جهارة مع الكيان الإسرائيلي هل الأمر ربما يطفي واقعية أو دفعا أكثر لخطة ترامب؟ قبل ما أجاوب على السؤال مباشرة بدي أذكر أنه موضوع مشاريع التوطين لحل مشكلة اللاجئين فلسطينيين بدأت منتصف من أوائل الخمسينات من عام 51-53 تحت عنوين مختلفة جونسون، كلاب، هامر شول إلى آخره بما في ذلك في لبنان وبدأت نظر الشباب هون لبنان كان موافع على التوطين ومخيم البارد البداوي لما بني في إطار مشروع توطين للاجئين فلسطينيين بدأت منهم 50-50-53 ولكن نشير إلى أن رفض التوطين في لبنان مدرج في الدستور وهو مدرج أيضا بأكثر من بيان وزاري للحكومات المتعاقبة بس مع ذلك لبنان بأوائل الخمسينات بمنتصف الخمسينات كان موافع على التوطين كان مشكلة للمشكلة العدد وعلى أساس بأقول لك أنه مثل حي موجود مخيم البداوي بني في هذا الإطار ومخيم النباطية أيضا بني في هذا الإطار بس رفض الفلسطينيين المبكر منذ الخمسينات وهم يعيشون في ظروف في غاية السوق كان مرتبط بالتحرير انتبهوا رفض التحرير يعني أنا أرفض اللجوء أرفض التوطين أرفض أي حل سياسي أو اقتصادي لمشكلة اللاجئين لأنه متبسك بحقي بالعودة بعد التحرير وهون في تلازم بين العودة والتحرير هاي يعني توضيح أول أرجع للسؤال أنا أعتقد بأنه ترامب والولايات المتحدة أخذوا قرارات سابقا عندهم قرارات مودودة أمريكية ليس ترامب بموضوع وحدة القدس من أيام أوباما صحيح موضوع وحتى بوش وحتى قبل كلها فيها قرارات سابقة لكن الذي تجرأ تجرأ بالإعلانها رسميا والدعوة إلى تطبيقها هو ترامب ليش؟ السؤال هون ليش؟ يبدو لأنه شافوا أنه الظروف في العربية والدولي أصبحت بواتي بالنسبة لهم انتتاح إسرائيل بهالمستوى من العلاقات بمستوى من التطبيع الإسرائيل العربي هذا بشجعه باعتبار أنه في دول عربية في إطار عربي حاضن لهذا المشروع ويؤيده ونموذج الناس اللي اشتركوا بالاجتماع يعني اللي أعلنت ترامب وبدرته كان هناك سفراء للإمارات وسلطنة عمان والبحرين أضف لذلك أنه صحيح السعودية ما حضرت لكن نعرف أنه التصريحات اللي عم تصدر يوميا من كتاب ومحللين سياسيين سعوديين يعني يطالبوا الفلسطينيين القبول بصفة القرن وبيعتقدوا الفلسطينيين لش ترفضوها وأن الفلسطينيين داما بتربضوا هل سيستطيعون تشكيل ضغط أستاذ صلاح على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن برأيك؟ هم حاولوا أصلا لأنه إحنا كمان بنعرف أنه موضوع التسريبات لصفة القرن يعني بدأت من ثلاث سنين نعم وهم عم بيسربوها بشكل متدرج وما في شك بأنه تبلغت القيادة الفلسطينية الرسمية تبلغت مضموص صفقة القرن من بكير ومورث ضغوطات على القيادة الفلسطينية لتقبل صفقة القرن في لقاء مشهور مشهور صار فيه لقاء بين السعودية ومصر مع أبو مازن وهددوه أن تقبل صفقة القرن أو مكان ما طرح بدك تطرح المشروع بدك تطرح تطرح المشروع بدك تقبله ووجه له تهديد واضح في هذا الموضوع أيضاً يقال أن في جهات أخرى أوروبية حملت نفس التهديد لأبو مازن ليقبل بمشروع أميريتي سيطرح يعني هل يكفي الرفض أستاذ وكان لسه مجرد تسريبات أستاذ صلاح هل يكفي الرفض من قبل السلطة الفلسطينية أو المطلوب اليوم أكثر من ذلك يعني أن نقول لا ونجلس أم يجب علينا أن نقوم بشيء آخر ربما هم بتعاملوا مع السلطة باعتبارها هي المرجعية الرسمية لكن الآن أيضاً السلطة أصبحت بوضع لا تستطيع يعني اللي كانت هي إنعكاس أو هي تتسيد لعملية التسوية والحل السياسي ما عادت تقدر تتحمل عبئ القبول بمضمون صفة القرن ما عادت تقدر تخلى عن الأدس واللاجئين والأخير ما عادت يعني من هون بقول أنه صارت الأمور سكرة يعني كل شيء له علاقة بأوسلو طيب وهنا نحن بدنا نطالب هذه القيادة الفلسطينية هذه القيادة الفلسطينية يا أخوان أنتوا خلص يعني مدام هذا الموضوع أغلق أمامنا والخيار الوحيد أمامنا أن نضع رؤية صفتي جديدة من نضحها من نتحمل مسؤوليتها سنتحدث عن هذه الخيارات أستاذ صلاح نعم سنتحدث عن هذه الخيارات بعد إذنك مع الشباب والشبان أيضا ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الرسومات الرائعة مشاهدين الكرام هي ملسقة على هذا الجدار خلف الحضور سيدة وفا رهنت إسرائيل دائما على أن ينسى الأطفال وينسى الجيل بعد الجيل قضية فلسطين كما شاهدنا في هذا الفيديو القصير كنت مع الأطفال هم يرددون من ورائك حدود فلسطين عاصمة فلسطين القدس هذه المثابرة على تثقيف الجيل تلو الآخر وعلى تعليقه أكثر بأرضه مساء الخير فلسطين نحن ما قلقنا فلسطين فلسطين خلقت فينا لما قالت قول دمائير الكبار بيموتوا والصغار بنسوا نحن بنقول له لا كل طفل كل جنين ببطن أمه بقول فلسطين لأنه فلسطين موجودة مع صغارنا قبل كبارنا وموجودة بكل جنين بكل بطن أم فلسطينية فلسطين ما بتموت فلسطين القضية الحية اللي بتضل ونحن طول ما نحن موجودين راح نقول فلسطين في عنا الآن الجيل الرابع المبعر في فلسطين ونحن جيلنا المبعر في فلسطين بس نحن حبناها قبل ما نشوفها نحن عشقناها قبل ما نشوفها وفلسطين بقلب كل طفل فلسطيني وطول ما نحن موجودين وهالشباب الموجودين والجيل اللي جاي واللي بعضه واللي بعضه راح يبقى يقول فلسطين عربية شكرا لك سيدة وفا أنتقل منك إلى السيد فارس سيد فارس هذه الصفقة اليوم ربما تعد الأخطر التي تهدد القضية الفلسطينية ولابد من التصدي لهذه الصفقة كنا نتحدث مع الأستاذ صلاح عن أسليب التصدي أكان ذلك الأسليب الرسمية والأهم الأسليب الشعبية نعم بس خليني أنطلق من بداية الكلام مع الأستاذ صلاح لما قال إحنا تعبنا أو الآن جيل الشباب لا أقول له إحنا نستمدل القوة منكم فيش حد فلسطيني بيتعب نتعب لما نرتاح كلياتنا سواء بفلسطين بس ملاحظة تانية يمكن كلياتنا منفوت على محرك البحث جوجل مبارح أو اليوم بعد إعلان ترامب لصفقة القرن تغيرت مساحة فلسطيني التاريخية وأصبحت كالتالي 6.220 هي مساحة الأرض الفلسطينية مقابل 26 ألف أو 22 ألف فاصل شي لإسرائيل بينما أو ما تسمى إسرائيل بينما المساحة الصحيحة للجغرافية فلسطينية تختلف كثيراً لا ننسى أن جوجل بطبيعة الحال ما يملك جوجل وأين تقع هذه أشارك؟ بالضبط ومن هنا ننطلق بأن قضية الصراع ليست فقط مع الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني بل مع منظومة متكاملة للشعب الفلسطيني وبالمناسبة صفقة القرن عندما أعلن عن مبادرات ما يسمى مبادرات أو أهم بنوة صفقة القرن كانت في 2011 وليست توليدة الله ولكن بدأ الحديث عنها خلال الثلاثة أو أربع سنوات الماضية كيفية التصدي لصفقة القرن أعتقد في البداية يجب أن يكون هناك الترتيب الداخلي للبيت الفلسطيني كي نذهب موحدين باستراتيجية نضالية واضحة ومن ثم ترتيب العلاقات وبناء أيضاً علاقات على قاعدة صحيحة مع المحيط الفلسطيني والتطلع إلى ما بعد فلسطين هناك الكثير من الحلفاء للقضية الفلسطينية ولكن يجب أن تكون لنا استراتيجية نضالية جديدة حتى نعيد البوصلة الفلسطينية إلى مكانها الصحيح بالحديث عن الرد الشعبي سيدة صفا عندما نتحدث اليوم بأنه لابد من مقاومة هذه الصفقة لابد من رفض هذه الصفقة أنتم اليوم كفلسطينيين موجودون بعيدين عن الأرض كيف يمكن أن تقولوا لا بالقول وبالفعل بطبيعة الحالة تحياتي بالأول لشعبنا الفلسطيني بالداخل لكل أبناء شعبنا في الشتات نحن كشعب فلسطيني في المخيمات في مخيمات لبنان مش بس البرج شتيلة والبرج والشمال والجنوب كل مخيمات لبنان عم نعمل جهدنا أنه نقول لا وهيدي مش أول صفقة قرن هيدي تكملي لوعد بالفور نعم هيدي تكملي لوعد بالفور وإذا احنا تعبنا من بعد مئة سنة من بعد وعد بالفور منكون هلا اتعبنا احنا بعد 72 سنة كفاح ونضال ما تنازلنا عن فلسطين وما حييجي اليوم اللي ممكن نتنازل عن شبر من أرض فلسطين نعم أنتقل إليك سيد أسعد أنت معنا من مخيم طبي شمال العاصمة بيروت وكان لديكم قبل قليل تعليق على موضوع صفقة القرن ويعني حتمية مقاومة هذه الصفقة مسأل خير مسأل خير للجميع أول بدايتك أنا من مخيمة بي نعم أسعد زارب نلبصة تحديدا شمال فلسطين فلسطين مش للبيع كل المحن والظروف اللي قطعت فيها قضيتنا الفلسطيني وأنه مؤامرات حاكت علينا نحن كشعب فلسطيني القضية يعني جوهرية أكتر من ما يطلع ترامب ويقول أنه خمسين مليار أو صفقة على إعلان صراعنا نحن والعدو الصهيوني عمره أكتر من ألفين عام وما قدرت قوة الشر الصهيوني ولا أي قوة قدرت أن تمحي الشعب الصامد الشعب الجبارين ورح يجي يوم وإن شاء الله رح تتحرر من رجس ونجس الاحتلال الصهيوني ورح يرفع أولادنا أعلامنا على كنائس ومساشد القدس أنتقل منك إلى الشابة رايان وهي معنا هنا رايان عندما يقول ترامب بأن الشابات من عمرك عليهم أن يبقوا في البلدان المضيفة أي يجب أن تحملي ربما هوية لبنانية جواز سفر لبناني أنت من أين من فلسطين طبيعة الحالة؟ أنا من مدينة سعصع من قرية سعصع قضاء مدينة صفد أينما كان الفلسطيني موجود سوف تظهر فلسطين في عروقه ليس هناك هوية قد تساون بالقضية الفلسطينية أو بالهوية الفلسطينية حفنة التراب من فلسطين لدينا تساوي الملايين فأينما كنا كفلسطينيين في لبنان أو في أي دول الشتات فلسطين ستولد فينا أينما كنا وبإذن الله إننا لعائدون نسأل أيضا الشاب هاني عن الخطوات العملية رفضا لهذه الصفقة التي أعلنها ترامب ونتنياهو من واشنطن بالمبدأ صفقة القرن هي يعني فينا نعتبر جددة أعلاميا أو أعيدة تفعيلها من أجل خروجهم من أزاماتهم من ترامب لنتنياهو لغيره بين الضربة الأمريكية للضربة العفن الإيرانية للقاعدة الأمريكية وخروجهم من أزاماتهم المالية والفساد المالي فصفقة القرن إحنا كشعب فلسطيني بالمبدأ لا تعنينا لأنها تفاصيل نعتبرها ولكن مشكلتنا الأساسية هي كانت منذ وعد بالفور فوعد بالفور هو النكب الحقيقي اللي عم بصير هلأ التفاصيل فالقدس هي أصلا محتلة سواء كانت عاصمتنا أو عاصمة الكيان الصهيوني هي تفاصيل إحنا بدنا كل الأرض بالمبدأ يعني فلسطيني التاريخي كلنا لإلنا والدول العربية المصاري اللي بدأت تنفق على الشعب الفلسطيني أو لابناء دولة أو ما يسمى شو ما بدون يسموه الأفضل ينفقوا على إعادة أعمار سوريا على اليمن على العراق على الدول العربية اللي هي يعني ممكن ترجع كأم عربية كما علمناه وأحنا أطفال صغار شكرا لك هاني هناك تعليق من أشهاب هنا لو سمحتم إيصال التفضل الرد على صفقة القرن واضح من كل شعبنا طبعا صفقة القرن كما تستهدف القضية الفلسطينية في رأس الحرب منها أيضا تستهدف الدول العربية أيضا مدعوة كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية إلى انتفاضة شعبية وإلى إعلاء الصوت نحو مقاومة هذه الصفقة وكل مفرزاتها على الأرض حركة للاجئين للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة تمسكهم بثوابتهم الوطنية الفلسطينية إلى حين تعليق سريع من عاهد لو سمحتم على الخطوات والحلول المطلوبة اليوم توحيد الكلمة الفلسطينية اللي هي قائمة هلأ يعني هاي الصفقة اللي هلأ تمت الخطاب المميز بين رام الله بين غزة هو واحد وما بين الداخل والخارج يعني خطاب الرئيس أبو مازن كان رائع جدا والمطلوب هلأ يعني ينزلوا على غزة ويتوحدوا هذا أهم شيء رد على الصفقة إذن الوحدة هي رد أستاذ جابر سليمان هل تتفق مع هذا الأمر الوحدة الفلسطينية هي الرد الأقوى ربما على صفقة القرن مما لا شك فيه وعندما أتحدث عن الوحدة أود أن أركز على وحدة الأرض والشعب الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية من الجليل إلى رفح وفي هذا السياق ربما يتناسى البعض أو لم يعطى هذا البعد ما يستحق من اهتمام أن رؤية بوش تستهدف أيضا إخواننا الفلسطينيين في المناطق المحتلة من عام 48 لأنها تتضمن تبادل أراضي وسكان المثلث هناك عدة قرى بالمثلث تقترح الرؤية أن تضم أراضيها وسكانها إلى ما يسمى في الوثيقة أو في الرؤية بالدولة الفلسطينية يعني هناك ترانسفير هناك طرد للسكان وأضف إلى ذلك موضوع يهودية الدولة التي تؤكد عليها هذه الرؤية ويهودية الدولة يعني تحويل أهلنا في الـ 48 إلى ليسوا فقط مواطنين من الدرجة الثانية وإنهم إلغاء كافة حقوقهم الوطنية وأن حق تقرير المصير وفي القانون القومية هو فقط لليهود وليس تغيير طابع الدول وليس للفلسطين العرب أعود إلى مضوع السلطة ولو بإختصار تهيج جاهل بإختصار ووافق مع كل الشباب بدون الموقف الفلسطيني يعتبر نصف موقف الآن نحيي الوحدة الفلسطينية الآن والإجماع الفلسطيني ولكن يعتبر هذا نصف موقف إلى أن يتم إعادة بناء منظمة التحرير على أسس دموقراطية جامعة إعادة الاعتبار للمضمون التحرري للحركة الوطنية الفلسطينية والمنظمة التحرير تطبيق كل قرارات المجلس المركزي ففك الإرتباع فعلا إعادة ليس فقط إعادة رسم وظائف السلطة كما يقال وإنما الخروج من مأزق أوسلو لأن الانحضار بدأ أستاذ صلاح على الأقل بدأ مع أوسلو إن لم يكن قد بدأ قبل ذلك هل من الممكن فعلا الخروج من أوسلو اليوم؟ ما في خيار آخر ولكن هذا يعني حل السلطة ما في خيار آخر أمام القيادة الفلسطينية إلا أن تخرج من أوسلو وتبدأ الحوار من جديد بين كل القوى والفعاليات الفلسطينية للاتفاق على برنامج جديد جوهروا ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية واللي هو يشكل أرضي أيضاً لعادة الاعتبار لمنظمة تحرير الفلسطينية كأطار شرعي كأطار تمثيل للشعب الفلسطيني مع أنه خيار آخر هاي واحد نعم اثنين أنا أعتقد يعني هذه الخطوة اللي احنا ندعو القيادة الفلسطينية لأن تقوم بها أيضاً مطلوب من شعبنا من شبابنا أن نعيد الحيوي للشارع الفلسطيني نحن لسنوات طويلة عم نشعر الفارع الفلسطيني شوي راكد هادئ عم بعيش حالة حباط يأس الآن وهذا نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة بطبيعة الحال نعم الآن سوف تقلن تعيد الاعتبار للشارع الفلسطيني تعيد الحيوي للشارع الفلسطيني المهم هذه الحيوية اللي بدأت عود للشارع الفلسطيني كيف ندعو إلى تأطيرها يعني يكون في عنا أطر عمل جماعي مشترك فلسطيني يقود الشباب بالمخيمات نعم الشيء الثالث اللي ممكن أيضاً نشير له احنا لفترة طويل أيضاً صار كان في قطع بين العمل الوطني الفلسطيني وبعد القوم العربي البعد القوم العربي مش مطلوب من الأنظمة العربية لأن الأنظمة العربية أحد أمرين يا أما جزء منها متواطئ مع الصفق القرن أو جزء منها معيش مشكلاته الداخلية والصراعاته الداخلية لكن مطلوب من الشارع العربي والشارع العربي نبضوا معنا يعني في لبنان كيف بدأ يتحرك متعاطفاً ومتجاوباً مع الشارع الفلسطيني هذا موجود بكل محلات بتوني صارت نفس الشيء بالجزائز صارت نفس الشيء وبالتالي بدنا نعيد العلاقات الفلسطينية العربية مع الشارع العربي النقطة الأخيرة في الوضع الدولي لا أنا حلفاء بالعالم هؤلاء الحلفاء بالعالم أيضاً عم يشعروا بأنهم مستفزين لأن الصفق القرن تلغي شيء اسمه قرارة شرعي الدولي على الأقل الحد الأدنى يعني رأي العام العالم بالأيدنا الحليف إلنا على الأقل بأيدنا بالحد الأدنى قرارة شرعي الدولي صفق القرن تضرب قرارة شرعي الدولي وبالتالي هذا الشارع اللي بتعاطف معنا استناداً من قرارة شرعي الدولي يعتبر أنه متسفز وبالتالي أنا عم بعبر نفسه عم بعبر عن تضامنه معنا ويجب أن نتوجه له ونشوف كيف نستوعبه شكرا لك الأستاذ صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني الشكر موصول أيضا للأستاذ جابر سليمان باحث ومستشار في شؤون اللاجئين الفلسطينيين شباب وشابات فلسطين أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء يا أصرق نسمع اسمع ابن فلسطيني شرح يلقى ابن فلسطيني شرح يلقى من المية يا المية من المية يا المية فلسطين عربيت فلسطين عربيت نحنا تسمونا يا سيئ نحنا تسمونا يا سيئ لا من هاد ورد الليل لا من هاد ورد الليل والله 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 لولا 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 يهدف السابن ها لولا اشتركوا في القناة